أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستعيلها بالخبر الوطني ترأس عامل إقليمي فران عبد الحميد لمزيد حفلة تنصيب عددا من رجالي السلطة الجدد الذين تم تعيينهم في طار الحركة الانتقالية التي بشرتها مؤخرا وزارة الداخلية وتأتي هذه العملية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية أدعية لتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجالي السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية نتبع تقرير وليد حميد علوي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الدعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية وفي إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها مؤخرا وزارة الداخلية ترأس عامل إقليم إفران سيد عبد الحميد المزيد حفلة تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد وتتعلق هذه التعيينات بمنصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة إقليم إفران وقائد ممتاز بقيادة عين اللوح وقائدي تيزغيت وإيراغلون وبهذه المناسبة هنأ السيد المزيد رجال السلطة الجدد داعيا إياهم إلى الانخراط في مصاري إنجاز المشاريع التنموية التي يعرفها الإقليم كما دعا عامل الإقليم رجال السلطة إلى إبداء الجدية والتفاني في تنفيذ مهمهم وفقا لمقاربة تشاركية للاستجابة الاحتياجات المواطنين وانشغالاتهم هذا وترأس عامل إقليم رحمنا بمدينة بن جرير عزيز بوينيان مرأسيم تنصيب رجال السلطة الملتحقين بالإدارة الترابية على إثر الحركة الانتقالية التي بشرتها مصالح وزارتي الداخلية في صفوف رجال السلطة بتعليمات ملكية سمية وسجل عامل الإقليم أن رجل السلطة مدعو إلى مواصلة نهج سياسة القرب والانخراط بكل قوة وجدية في الأوراش المفتوحة بالبلاد على مختلف الواجهات وفي مقدمتها ورش التنمية البشرية وورش الخماية الاجتماعية المزيدة مع صفية أسمن ترأس عامل إقليم رحمنا عزيز بوينيان مرأسيم تنصيب رجال السلطة الملتحقين بالإدارة الترابية على إثر الحركة الانتقالية التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة بتعليمات ملكية سامية وذلك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة مراسيم التنصيب حضرها رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الإقليمية والمحلية ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات عسكرية ومدنية إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني وفي كلمة بالمناسبة أفاد عامل إقليم رحمنا بأن الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية تهدف إلى خلق دينامية إيجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تساير المصار التنموي الذي تعرفه المملكة على كافة المستويات والأصعدة ودعا عامل إقليم رحمنا في هذا الاتجاه رجال السلطة الجدد إلى الانخراط في المصار التنموي الذي يعرفه هذا الإقليم مع ضمان تتبع المشاريع مسجلان الحاجة إلى الإنصاط إلى مشاكل المواطنين والعمل على حلها باعتماد مقاربة استباقية قائمة على القرب مع تحفيز المبادرات الجادة والهادفة وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1116 منهم يمثلون 25% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية وارتباطاً بنفس الموضوع تم تنصيب رجال السلطة الذين تم تعيينهم حديثاً على مستوى إقليم مولايعقوب في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها مؤخراً وزارة الداخلية شايمة باكا في المتابع تنفيذاً لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدعية إلى الرفع من الأداء وترشيد الأمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة مع الحرس على تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسئولية تم تنصيب رجال السلطة الذين تم تعيينهم حديثاً على مستوى إقليم مولايعقوب في إطار الحركة الانتقالية التي بشرتها مؤخراً وزارة الداخلية وأهمت هذه الحركية مناصب قياد جماعات عين بوعلي واسبتلودايا وولاد ميمون على مستوى إقليم مولايعقوب وبهذه المناسبة قال رئيس قسم الشؤون الداخلية لعملة إقليم مولايعقوب إن هذه العملية تهدف إلى بث دينامية جديدة في عمل الإدارة الترابية بغية الاستجابة لتطلعات المواطنين وتشجيع تنمية في مختلف المجالات داعيان رجال السلطة الجدد إلى تحلي بالجدية وتفاني للمساهمة بشكل فعال في الجهود الرمية إلى رفع تحديات الجديدة في مجال السياسات العمومية وأكاد الإنصات للمواطنين وشكايتهم وطنيا دائما تم توقيع بمقر عملة إقليم العرائش على اتفاقية شركة متعددة الأطراف لإنجاز مشروعية تطهير السائل وذلك تحت إشراف وزير التجهيز والماء نزار بركة سكينام سويا وباقي التفاصيل تحت إشراف وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة تم بمقر عملة إقليم العرائش توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف لإنجاز مشروع تطهير السائل حيث تدخل هذه الاتفاقية ضمن البرنامج الوطني لتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة اتفاقية خاصة بتطهير السائل بالنسبة لمدينة العرائش والهدف منه وهو أولا تزويد المدينة بكل الإمكانيات لمعالجة المياه العادمة وكذلك استعمال هذه المياه العادمة بالنسبة للمساحات الخضراء وبنسبة كذلك لأشغال أخرى والاتفاقية فشاركت فيها وزارة الداخلية وزارة جهيز والماء وكذلك المكسب الوطني الماء سعر الشرب والوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالنسبة لمدينة العرائش مشروع التطهير السائل سيساهم أيضا في تحسين الشروط الصحية للجماعات المعنية والتحسين البيئي ويقوم على تأهيل وتوسيع شبكة التطهير وتوصيل وتقوية الشبكة المعنية وفق الشروط البيئية الضرورية ننتقل إلى وجدة حيث نظمت المندوبية والسامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يومامس مهرجانا خطبيا بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لانتفاضتي السادس عشر وسبع عشر من غشت الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين بوجدة وتفغالت أشرارة الأولى لثورة الملك والشعب ويندرج تخليد ذكرى هذين الحدثين في طار الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة الملك والشعب وكذل احتفال بعيد الشباب الذي يصادف هذه السنة ذكرى الستين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس وليد حميدي علوي في المتابعة في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة الملك والشعب وكذل احتفال بعيد الشباب الذي يصادف هذه السنة الذكرى الستين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبمناسبة تخليد الذكرى السبعين لانتفاضتي السادس عشر والسابع عشر من غشت لسنة 1953 بوجد وتفو غالد الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بوجد مهرجانا خطابيا نخلد هذه الذكرى أولا من أجل استحضار مضامينها وحمولتها القيمية ثانيا من أجل تعريف ناشئة والشباب بهذه الدرر وهذه المكنونات من أجل خلق جيل واعي يعرف تاريخه جيدا ومنخرط بكل عفوية وتلقائية وإراضية في المسيرة التنموية التي يعرفها المغرب والتي يقضها صاحب الجلالة بكل تبصر وحكمة وبعد نظار وفي كلمة تلاها نيابة عنه مدير الدراسات التاريخية بالمندوبية أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري بهذه المناسبة أن الانتفاضة الشعبية بوجد ضد المحتل في السادس عشر من غشة الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ستبقى إلى الأبد حدثا ساطعا في ذاكرة الأمة المغربية وملحمة مجيدة في الكفاح من أجل الاستقلال وخلال هذا اللقاء تم تسليم أوسمة ملكية إلى ذوي متوفيين اثنين من أعضاء أسرة المقاومة كما تم أيضا بهذه المناسبة تكريم عشرة من قدماء المقاومين المتوفين كما تميز هذا المهرجان بتوزيع ما مجموعه 236 مساعدة مالية واجتماعية بغلاف مالي يقدر ب516 ألف درهم نتابع الآن بالأخبار الدولية وفي جديد الملافة الروسية الأوكرانية نددت الولايات المتحدة بالهجمات الروسية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا وقالت إنها تعمل مع شركاء لإيجاد خيارات بديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية هذا وقالت أوكرانيا إن مسيرات روسية الحق تضرراً بميناء على نهر الدانب في منطقة أوديسا جنوب البلاد في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أن أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المزيد في تقرير صفي عصمان اعتبرت الولايات المتحدة أن الهجمات الروسية بواسطة مسيرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانب تظهر عدم اكتراث الرئيس الروسي بإمدادات الغذاء للبلدان النامية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيداند باتل للصحفيين إنه أمر غير مقبول بوتين ببساطة لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي وقال فيداند باتل في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة تدعو روسيا للعودة على الفور إلى مبادرة حبوب البحر الأسود في إشارة إلى اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وانسحبت روسيا من الاتفاق في السابع عشر من يوليوز وقال حاكم منطقة أوديسا إن مسيرات هجومية روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيرة وأكد سلاح الجو الأوكراني أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا نبقى دائماً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي إلى 110 حسب ما أعلنت السلطات حاكم هوايا سرح في مؤتمر صحفي بين أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين وحذر من أن عدد القتل قد يرتفع بشكل كبير رغدا قبوري في المتابعة عدد ضحايا حرائق الغابات المدمرة في جزيرة ماوي الأمريكية ارتفع على 110 حسب ما أعلنت السلطات المتطوعون يواصلون لتمشيط المباني المحترقة باستخدام الكلاب البوليسية كما وصل فريق كبير من خبراء الطب الشرعي إلى الجزيرة للمساعدة في التعرف على الجثث بحسب تقارير إعلامية الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق إنه سيتوجه إلى هواي في أقرب وقت ممكن وأضاف بايدن أنه يريد التأكد من حصول سكان مقطعة ماوي في الولاي على الدعم الذي يحتاجون إليه متعاهدا بأن كل ما يحتاجونه سيحصلون عليه حرائق الغابات كانت قد اندلعت في الثامن من شهر غشت الجار في عدة أماكن في ماوي وجزيرة هواي المجاورة ننتقل الآن إلى كندا حيث أمرت سلطات سكان يولونايف أحد أكبر المدن في أقصى شمال البلاد بل مسارعة إلى إخلائها وسط تحضيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها لحلول نهاية الأسبوع سكينة مسوية وباقي التفاصيل قد تظنون للوهلة الأولى أن هذه المناطق تعرضت لحرب لكن هذا لم يحدث أبدا إنها غابات في كندا تعرضت لحرائق مدمرة وصنفت الأسوأ والأكثر فتكا وبسببها أمرت السلطات الكندية سكان يولونايف إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد بإخلاء منازلهم كما حذرت من وصول حرائق الغابات إلى المدينة بحلول نهاية الأسبوع وفي هذا السياق تم ترتيب رحلات جوية جارية وعسكرية لهب الحرائق اجداح الغابات وتجاوزها وحدة نيرانه تفاقمت بسبب الرياح القوية حسب ما أعلنت السلطات وأمام هولي الكارثة اتخذت السلطات الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة التي ستساهم في تحويل نحو نصف سكان المناطق القريبة من القطب الشمالي إلى نازحين ننتقل إلى الصين هذه المرة بعد حظر الصيد الذي استمر لثلاثة أشهر بحرة القوارب من موانئة بجنوب البلاد إلى بحر الصين الجنوبي هذا وغادر أكثر من ثلاثمائة قارب صيد من منطقة تشاويانغ من ميناء هايمن المركزي بعد حفل أقيمة لترخيب بموسم صيد جديد رغدا كابوري في المتابعة قوارب الصيد أبحرت من موانئ بجنوب الصين إلى بحر الصين الجنوبي حيث انتهى وقف الصيد في المياه في منطقة تشاويانغ بمدينة شانتو موسم الصيد الذي استمر بها لثلاثة أشهر انتهى وغادر أكثر من ثلاثمائة قارب صيد من ميناء هايمن المركز للصيد بعد حفل أقيم للترحيب بموسم صيد جديد ومن موانئ هاينان غادر أكثر من ستة عشر ألف قارب صيد كما أقيمت احتفالات مختلفة لموسم الصيد الجديد في مدن ومحافظات مثل سانيا ولنجاو وتشونجاي وفي الوقت نفسه عززت الإدارات في لنجاو دعمها وخدمات للصيادين نائب مدير مكتب لنجاو للشؤون الزراعية والريفية سرح أنه ستعمل محطتهم الإدارية لصيد الأسماك على مدار الساعة حتى يتمكن الصياد من طلب المساعدة عندما يواجهون تهديدات السلامة والصعوبات في عملهم اليومي إلى ألمانيا حيث تعرض مطار فرانكفورت الدولي إلى توقف الحركة الجوية وإلغاء العديد من الرحلات وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية الشديدة والفيضانات نتابع تفاصيل في تقرير شيما باكا توقف واكتضاد وتوابير طويلة من المسافرين بمطار فرانكفورت الألماني بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتأخير البعض منها بسبب سوء أحوال الطقس فيضانات وعواصف الرعدية قوية عرفتها عدة مدن الغربة ووسطة ألمانيا تسببت في شل حركة السير هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من جهتها أصدر تحذيراتها مع توقعها حدوث عواصف رعدية أخرى خلال الأيام المقبلة كما حدث مطار فرانكفورت المسافرين الوصول إلى المطار مبكرا قبل موعد رحلتهم لتفادي حدوث الفوضى وصلنا إذن مشاهدينا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار شكرا